طبعا اللي عادنا على مشكلة شادون هي أحمد أبروب فبعلا شو اللي صاير بالبداية أحمد أبروب نزع على حسابه بالإنستجرام شوية إستوريات وبهذه الإستوريات ويقول بيها كان ينوي نزل المقطع الوحدة يتستغل ابنها عمو تجيب مشاهدات وعساس إنه هو مريض وليه قادة تحلب بمرضة ولكن قررنا ما ينزل الفيديو عمو بمتظرر هذه البنت اللي هي اسمه شادان وصلكم هذه الإستوريات شوفها عمو تتوى قصة بالأكثر حسنا جماعتي كان في فيديو جاهز كان حينزل اليوم الفيديو هاي موجود عقناتي بس محطوط برايفت وبس أكبس كبسة بنزل بس صراحة قررت ما أنزله ليش؟ الفيديو تابعي بحكي فيه عن وحدة بتحلب ابنها وبنها مريض وتستغل وعملت أشياء كثير معينة أنا كشفتها يعني كشفت الأشياء اللي عملتها بس بعدين فكرت في موضوع أنه هو أورادي ابنها مريض وتروح للمستشفى وهيك وحياتها نوعا ما بهدلة فما حبيت أبهدل حياتها زيادة يعني حسيت الصراحة شوي أنه حرام خلص يعني الله أعلم شو وضعها وخلص ما نزلتوا معينو الفيديو والله حلو كثير فااا ام سوري جايز شانيك ما نزل فيديو صلي يومين بس بكرا إن شاء الله في فيديو وحيكون خرافي وكمان تعويضه حزلكم فيديو كمان بعد وطبع شدار ردت عليه وصرت يتهجم عليه فشدار نزلت على حسابها بالإنستغرام وشوية اشتوريات وهذه الاستوريات جابه واحد من المتابعين قاعد يقولها إنو كأنه هو قاعد يقصدج أردت عليه ما بتاثنين يحكوا فيها من غير ما شغل بابنها وفيديوهاته عنه وحتى نزلت استوري ثاني بهذا الاستوري شات كات ببي عن واحدة بقولكم كشفني وين ما روح بوجيه هلأ مش رح يزبط رحل أتصب للمستشفى واتفق عليهم ببرد ثاني كيف بدي أعمل فيديوهاتي هلأ طبعا هي حاليا قاعدة تستاذي بالإستوريات اللي قالها أحمد أبررب وبالإستوري بعد كتبت متابعيني ما خصروا بس كان لازم أني أريد لأن الإستوري تافي فيه اسلوب مش محترم بالحكي بس متفاضل هلأ بعدين اتفق مع المستشفى فمعدر الصراحة كتموني يا حباب بالكومنتات شو رأيكم بالإصار وشو رأيكم برد شدن على أحمد أبررب وانتو ويا منو الخبر الثاني اللي عادنا على مفاجأات اليوتيوبر فهو اليوتيوبر عادنا هو نور مارف النور مارف نزعل حسبب بالإنستجرام شوية إستوريات وبهذه الإستوريات تعليمي خلاله لأنه رح ينزل المقطع باتر على الساعة الأربعة على القناة الأساسية رح يكون مقطع فكرة نارية رأيكم من ذا الإستوريات شوفوها جماعة خير شاء الله تكونوا بخير إن شاء الله صيامنا قبل وقتنا شهير حاولكم بكرة الساعة أربعة على قناة الأساسية رح يكون في فيديو ورح تكون الفيديو تجربة للشي جديد خليكم جزيب وقتنا على الساعة أربعة أما اليوتيوبر الثالي عادنا فهو أنس وأصالة فلس وصل ننزلوا هذا المقطع على قناتهم باليوتيوب وهذا المقطع كان فكرة أنه يسوون أكبر زينة الرمضان اللي سوها بالفيليا مالتهم وصراحة فكرة أن فكرة المقطع كونش خرافية فاكتبوني أحباب بالكومنتات من نتبه اللي شوفهم المقطع حل أجبتكم الفكرة وهل أجبكم المقطع أو لا الخبر الثالي اللي عادنا الخبر الرابع اللي عادنا على المتابعين كشفهم حققات ففا نابولي وخفاهم الاسم شهر رمضان من الكومنتات اللي عادهم فاهم ببداية يخفوا اسم الله من الكومنتات لعادهم بأن يخفوا كلمة شهر رمضان فلتتوقع أنهما مجرد خفوا هذا يسمع عمود للشحادة للاشخاص اللي يستغنون اسم الله وغيره عمود يبهون لايكات أو مجرد هما محابين يدخلوا اديان بقنواتهم أما بالنسبة يدلين وضع خمطة نزلوا نزل بيات التعليقات وروح نكتب اسم شهر رمضان بعد نروح حكمة لحثة ثوانا عمدفع التعليق بتعليق الأشخاص اللي أقو وراي بما فهم زين يروحوا غير لحثة وعمل شوفان التعليق حيطل على الناس أو لا بما يغني للحثة ومزين بيات التعليقات وراحنا على كمت لحثة أولا رحشوفون تعليقات مظهر ونما تعليقات دول الشخص الثانيين ظاهر فاكتبوني يا حباب بالكومنتات شركوا في هذا الخبر وحركة تفهم شهر رمضان والله من الكومنتات شو انتوا توقعون بسبب الضبط الخبر الخامس اللي عادنا عنا نسي شايب ودخول أخو للمستشفى طبعا ما يعرف منه هو أخو هو سامي شايب هو نسي شخص كان يسوي إياه شهر زار 18 فهذا شايب نزع عليه السبب باللين انستجرام شوية ستوريات وبهذا الستوريات لم يصر الأخو من دخل المستشفى وكان كاتب لحباب دعواتكم أخوي الكبير صابة الكورونا ولكن بعد حذف هذا الستوري فالله يشفي يا رب وطبعا لا تنسوني حباب بالنسي دعوه بالكومنتات وإن الله يشفي يا رب ويصير بخير وبصور الان هو صحيح المقطعات من الوقت عشاء بكم حبايب اشتركوا بالقناة وبنس شارعكم فيه زي وختم لك القصص اذا ما مشترك بالقناة تشترك بالقناة مع السلامة